السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا نواصل مع الوحدة الرابعة بعنوان تطبيقات على الحركة الدورانية وحيث شفنا المرة الماضية في الجزء الأول من هذه الوحدة تطبيق لا وهو البندول البسيط سنمر الآن إن شاء الله إلى تطبيق ثاني وهو سيهتم بالبندول الفيزيائي طيب إذا كان جسم معلق يتذبذب حول محور لا يمر بمركز كتلته مهم جدا لا يمر بمركز كتلته والجسم لا يمكن تقريبه ليعتبر مجرد جسم صغير فلا يمكننا معاملة هذا الجسم كبندول بسيط في هذه الحالة تسمى هذه المنظومة بندول فيزيائي إذا افترضنا جسما معلقا من نقطة O على مسافة D من مركز كتلته فإن قوة الجالبية ستمده بعزم دوران حول محور يمر بالنقطة O ومقدار عزم الدوران الناتج هو M في G في D في ساين ثيتا طيب إذن مثل ما قلنا لدينا جسم معلق من نقطة O سيدور هذا الجسم حول محور يمر من هذه النقطة جدير بالذكر أن هذه النقطة تبعد عن مركز الكتلة مسافة D إذن لما يكون هذا الجسم معلق من النقطة O الجاذبية الأرضية سوف تمده بقوة تمكنه مناء التأرجح أو مناء الدوران طيب باستخدام قانون الحركة محصلة أو مجموعة العزوم الناتجة عن القوات تساوي عزم القصور الذاتي آية مضروب في التسارع ألفا بما أن الحركة الدورانية في التسارع ألفا طيب حيث مثل ما قلنا آية هو عزم القصور الذاتي لدوران الجسم حول المحور المر بالنقطة O نجد أن سالب M في G في D ساين تيتا يساوي I في D تربية تيتا على D تي تربية والإشارة السالبة مثل ما شفنا المرة الماضية حتى في البندول البسيط تبين أن عزم الدوران حول أو يحاول إنقاذ تيتا ليش؟ لأنه يحاول دائما أن يرجع الجسم إلى وضع الاتزام بهذا الشكل إذن دائما القوة تحاول أن تنقص من الزاوية ثيتا عشان هيك هنا في إشارة سالبة طيب إذن لو افترضنا أن الزاوية ثيتا صغيرة إذن ساين ثيتا تقريبا تساوي ثيتا سنجد أن M G D ثيتا إذن عوضنا ساين ثيتا بثيتا يساوي I D تربية ثيتا على D T تربية طيب إذن سنقسم على I من هذه الناحية ورح نلاقي إذن أن D تربية ثيتا على D T تربية تساوي سالب M في G في D على I مضروب في ثيتا ولتكن هذه القيمة M G D على I تساوي أوميغا تربية إذن ما ننسى أما هي الكتلة G هي الجاذبية D مهم جدا هي المسافة الفاصلة بين النقطة المعلقة منها الجسم وبين مركز كتلته مهم جدا هذه هي المسافة D وI بالتأكيد هو عزم القصور الذاتي لدوران الجسم حول هذا المحور الذي يمر من النقطة O هذه المعادلة تمثل حركة توافقية بسيطة وحلها ثيتا T تساوي ثيتا ماكس كوزاين أوميغا تي زائد فاي لا ننسى أن هذه الأوميغا سوف نستخرجها من هذه المعادلة كالتالي إذن التردد الزاوي أوميغا سيكون جذر M G D على I والزمن الدوري للحركة بالتأكيد هو نستخلص بقسمة 2 باي على التردد الزاوي أوميغا إذن الزمن الدوري للحركة T يساوي 2 باي مقسوم على أوميغا اللي هي جذر M G D على I إذن أخيرا نستخلص الزمن الدوري لهذه الحركة التوافقية البسيطة للبندول الفيزيائي اللي هي T تساوي 2 باي في جذر I على M G D والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة